بسم الله الرحمن الرحيم ده مش كلامي ده كلام إدارة نادي الزمالك وكلام أي حد شاف الجماهير دي الجماهير اللي كل يوم بتزيد أكتر الجماهير اللي شعارها مع الزمالك في كل ما احنا في حبك بتقويني أي ما احنا في حبك حبي ليك هيزيد أي ما احنا موجودة هاجة شجع أكتر ماتفقين ممكن ننتخد ممكن نطلب تعديل فينا مشكلة فينا في حاجة غلط ولكن مهور الزمالك الراقي المحترم دائما وابدا على مرة العصور في كل الظروف فأصعب الظروف في ظهر فرقته فأصعب الظروف في ظهر فرقته جماهير الزمالك اللي مهما حصل موجودة جماهير الزمالك اللي ممكن تكون في ماتش فاينل وما توفقش تقف تهتف للعبتها وتنده للعبتها وتحمسهم وتشجعهم وتقول لهم اللي جاي افضل كل ده ليه شرطه واحب بس ايه هو حب الزمالك انا بحب الزمالك الجماهير بتعشق الزمالك محتكم اللعبة تبز المجهود اعمل اللي عليك والنتيجة مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت حد اعمل اللي عليك في الملعب ليه بقول الجماهير دلوقتي بتدعم بقوة ومن مبارح كل جماهير الزمالك بتشاير اغاني الزمالك وبتبدأ تستعيد الثقة وبتوجه رسائل قوية لللاعبين اللي هو زعلتونا بس لازم نفرح زعلنا شوية بس اللي جاي افضل هنيجي نقف في ظهرك ونشجع الزمالك مش هنشجع قسم مش هنشجع لاعب مش هنشجع حد جايين نهتف للزمالك محدش فينا ناسي ان اللعيبة دي هي اللي كانت معانا في الدوري والسنة اللي فاتت وكاس السنة اللي فاتت والدوري السنة اللي قبليه محدش ناسي اللي فيه لعيبة كتير كانت في يوم الايام بنتلع نقول شكرا ان انت ساعدت الزمالك وجبت اقوى حاجة عندك جالك عدم توفيق معلش معلش احنا بطبيعة الحال محدش بيحب الهزيمة فلازم نتدايق لما يكون كله فجأة اقف بنتدايق ولكن جمهير الزمالك في ظهرك علشان انت لابس تشيرت نهيز الزمالك كل حاجة بتحمل الشعار ده جمهير الزمالك معاها معاها والاخر ثانية وده الكلام اللي اتكلم فيه مستر فريرا وكابتن وقسامة نبيه لللاعبين الموضوع مش محتاج فنيات كتير مش محتاج فنيات كتير الموضوع محتاج شوية تعديلات مع شحنة معنوية كبيرة محتاج شحنة معنوية كبيرة الامكانيات محدش يختلف عليها يا جماعة وقت الغضب ممكن اطلع اقول ايه يا عم ان انت ملكش في الكرة في وقت الغضب لكن وقت ما اعود اتفرج هو ده زيزو هو ده حسام عبد المجيد اللي كان السنة اللي فاتت الناس كلها طايرة بيه وانضم المنتخبنا وي 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 هو ده فتوح هو ده عبد الشافي هو ده دونجة اللي الناس كلها كانت بتحلم يكون موجود في النادي دونجة ابن النادي اللي نفسه ييجي يكون موجود هو ده شلب اللي الناس كلها كانت بتطالب يكون موجود في المكان ده هو ده هي دي اللعيبة هي دي اللعيبة اللي احنا عارفين الكواليتي بتاعها عامل ازاي نضاي اللي تقلق في البداية مش عايز اقول اسماء كتير ان احنا عارفين الخامة اللي بتاعات لعبتنا بلاش ننساق في فكرة اصلا النهاردة اذا ما كانتش كويس في الملعب انت ما لكش فكور امحي كل حاجة عملها ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش حد يخطأ فادمر كل حاجة عملها قعد بقوله انت غلط ده غلط عشان يرجع مرة تانية هو ده اللي انا عارفه لكن مش ههد كل حاجة مش ههد كل حاجة عارف اللي بيدور في زهن حضرتك وفي زهن حضرتك يقضى زهقنا من الكلام زهقنا من فكرة نكمل زهقنا من فكرة لازم ندعم اسألك اسألك سؤال واسألك سؤال كل جمهور الزمالك سؤال مهم جدا ماذا سوف تفعل لو في اللقاء اللي جاي تعصر الزمالك مش هتشجع تاني مش هتشجع فرقيتك تاني هتعمل ايه هشجع فرقتي انا بقول لو وان شاء الله مش هيحصل ان شاء الله مش هيحصل لعبتنا نازلة تاكل اني جي لللقاء الجاي ولكن لازم تفرض كل الاحتمالات مفيش احتمال بيقول ان الجمهور هيصيف فرقته ما ينفعش مستحيل تحديدا مع جماهير الزمالك تحديدا مع جماهير الزمالك جماهير الزمالك لكن الناس بتطلع تتريق وتستخف سنظل اوفياء ايه المشكلة انا ظل طول عمرنا اوفياء في الهزيمة وفي المكسب فاي حاجة انا مع فرقتي انا معنى دي الجماهير ما بتخدش قرارات مش هي اللي هتقدر تطلع تحاسب وتعمل الجماهير بتشجع وبتفرح وبتساند وبتدعم وجماهير الزمالك عارفة دورها كويس جدا جدا جماهير الزمالك اللي بتكون خسرانة وبتقف تشجع في وسط الهزيمة هل هي سعيدة؟ لا مش سعيدة ولكن انا جيت عارف دوري انا جاي بحب الزمالك جاي اشجع الزمالك جاي اقف في ظهر اي لاعب انا نفس اللعيبة تقعد من النهاردة لحد يوم الجمعة تسمع هتفات جماهير الزمالك شوف الاغاني دي عاملة ازاي سوف القوة والحماس والتشجيع لما يكون طفل عنده 12 سنة 10 سنين واصغر والله العظيم واقف 90 دقيقة راجل اسد اسد واقف بيهتف وبيشجع وممكن يكون بيبكي هو بيشجع ان فرقته خسرانة ولكن هو مش قادر يبطل مش قادر يسكت ومش هيسكت كل جماهير الزمالك من يوم الجمعة الصبح موجودين حضرين كله بيتنافس دلوقتي ان يكون موجود في الاستاد انا الوضع تغير من انبارح اقول انبارح للنهاردة كل الجماهير النهاردة اللي بتقابلنا احنا في الاستاد هنتقابل هناك احنا في ظهر ندينة احنا في ظهر ندينة في ظهر الزمالك زي ما فريرة وقسامة نبيه واللعيبة بيستعدوا جماهير الزمالك بتستعد بالغزارة للقاء يوم الجمعة بتستعد للمسندة بتستعد للدعم بتستعد للقوة جماع اللعيبة اللي لسه مع الزمالك الجديدة انتم ما شفتوش الاستاد ده هو كله ابيض فابيض محدش محدش شاف الاستاد ده ابيض فابيض ارجعوا شوفوا الفيديوهات شوفوا كلمة زمالك دي كانت بتهز القاهرة كانت بتهز المحافظات محدش الزمالك ده محيط الاستاد الدنيا بتقفل والناس داخلة والناس خارجة ارجع شوف ارجع شوف عظمة نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك كلمة زمالك يعني الزومة بتبان لما لعيب يعمل ميس باص كلمة بتبان كلمة ايه بتسمع لما لعيب يقطع كرة كويس التسقيفة عشان عمل كرة حلوة بتبان اللي حضر الجماهير وحضر استاد القاهرة وهو فعلا استاد الرعب وشافوا كله ابيض فابيض بخطين حمر هيعرف معنا الكلام ده هيعرف معنا الكلام ده كله بيشجع تالتة وتانية واولة ومقصورة كله ابيض فابيض كله بيشجع كله بيهتف لعيبة ان شاء الله عندنا ثقة فيهم عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في الجهاز الفني لقاء بين الاشقاء لقاء بين الاشقاء يوم الجمعة على فكرة جماعة اللي مش متابع الكرة الجزائرية شباب بلوزداد من الاندية القوية جدا شباب بلوزداد هو ويخد الدوري وهو بطل الدوري حتى الان هو المركز الاول مخسرش مخسرش هو طبعا بطل الدوري تلات سنين دي عرف انه ولكن هو مخسرش في الدوري ففريق مسهل فريق مش هين فريق من أصعب اللقاءات على فكرة لقاء شباب بلوزداد هنا وهناك من أصعب اللقاءات وفتكروا الكلام دا كويس ففكرك انك تبدأ مع منافس قوي وتفوز عليه ليها معاني كتير جدا ليها معاني كتير جدا جدا من النهاردة كل جمهير نالي الزمالك بتدعم كل جمهير نالي الزمالك في كل مكان على السوشال ميديا وفي الشوارع بتدعم فرقتها كلها رسائل دعم زعلان بس موجود ان شاء الله هنكون موجودين ويا ريت طبعا كل حد يدعم فرقته هو دا اللي احنا محتاجينه هو دا اللي كل الناس عايزاه نفوز أول لقاءين هو دا نقدر نحسن بشكل كبير جدا أول 3-4 لقاءات يبقى أنت حسامت الرحلة بتاعتك بتاعت الصعود وارجع واقول كل بطولة وليها حسابتها كل بطولة وليها مزاياها كل بطولة وليها أوراقها الخاصة يعني هذا أقدر أكون قوي جدا في دور الأبطال وفي الدوري العام عندي مشاكل آه عادي آه عادي آه عادي مش هقبل هزيمة بس أنا محتاج الستة دلوقتي نكافح على الستة نكافح على الأميرة السمراء نكافح بأقوى جهد عندنا أقوى جهد تاريخ أنا أكسب أسماء أكسب جماهيرية أكسب ناقص إيه؟ تسعين دقيقة في الملعب تثبت فيهم أن أنت البطل الحقيقي دلوقتي نطلع التقرير نشوف انتصارات الزمالك الأفريقية تفكر الناس قد إيه الزمالك كان بيخوف ومرعب أفريقيا الحقيقي ترجمة نانسي قنقر